السؤال اللي بيطرح نفسه لو انت فهمت معايا القصة دي كيف اصبح مسيحيا مهمنا له يشهد جميع الانبياء ان كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا فيه تلات حاجات لن يشهد عشان ابقى مسيحي مؤمن الحاجة الاولانية يقول الكتاب المقدس يجب ان اسمع رسالة الله يقول في رمية 10-17 الكلمة دي اذا الايمان بالخبر والخبر بكلمة الله لما يقول الايمان بالخبر هو بيقول الايمان بالخبر اي انك تسبع تستمع معي للرسالة لا يمكن انك انت تتقابل مع المسيح بايمان لو انت ما سمعتش اولا الرسالة هذا الخبر الرسالة التي استمعت اليها التي اصغيت اليها لتأتي الا الايمان الحق الحق اقول لكم يحنى 5-14 ان من يسمع كلامي يسمع ويؤمن بالذي ارسلني فله حالة وليأتي لدينونة بل قد انتقل من الموت الى الحياة خلينا افكر حضراتكو تاني احنا الرب يسوع يلغي حياتك الاربع انواع من الموت ويقول لك ان من يسمع ويؤمن بالذي ارسلني له مني حياة بدي وليأتي الى دينونة الامر التالت ان تقبل عطية الله المجانية للخلص يقول كده واما كل الذين قبلوا اي استبعوا وازغوا اي امنوا وصدقوا وقبلوا وتقابلوا معه بالايمان اعطاهم سلطانا ان يصيروا اولاد الله